كتير مننا بيفكر يعمل مشروع خاص بي ومش عارف يبدأ منين وازاي يقدر يخلي المشروع بتاعه ينجح تابعوني واسمعوا الفيديو ده للاخر وانتوا تعرفوا ازاي تعملوا ده اهلا بكم في نادي القانون والتمويل في البداية لازم تكون عارف ومخطط للهدف بتاعك وهي عارف انت عايز تعمل المشروع ده ليه الموضوع من الصعب وبميزانية صغيرة تقدر تحقق حلمك طب ايه هي الخطوات اللي تقدر تمشي عليها عشان تحقق مشروعك وتنفزه اول حاجة لازم تختار فكرة للمشروع بتاعك ناس كتيرة عندها افكار ولكن مش عارفين ان هما ينفزوها على ارض الواقع اتعرف عليهم او اتعرف على ناس بيكون عندها خبرة اسألهم اطلب مشوريتهم مش عيب اعرف منهم ازاي بدأوا ازاي قدروا ان هما يوصلوا للهدف بتاعهم وينجحوا ويثبتوا نفسهم في السوق ويحققوا احسن المبيعات ويكسبوا عملة كتيرة في السوق اعرف منهم هتستفاد جدا ممكن كمان انك تدور على فكرة مش مستغلة وتطور انت وتبتكر وتطور فيها خليك مميز لانك مش هتبيع بس المنتج او هتقدم الخدمة وبس لا انت كمان هتسوق ليه البراند بتاعك وتوضح ايه اللي بيميزك عن غيرك في المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها ده هيفرق معاك جدا طبعا في تجربة العملة وهيفرق معاك في تحقيق افضل المبيعات في السوق تاني حاجة لازم تدرس السوق كويس جدا اللي انت حابب تشتغل فيه تدور على الشركات المشاريع العاملة في المجال اللي انت اخترته وحابب تشتغل فيه وتحاول انك تعرف ايه الخدمات اللي بيقدموها او المنتجات وحاول انك تتميز عنهم وتعمل حاجة تحل مشاكل ليه زباين كتير او انها تسد احتياجاتهم بشكل يكون متطور وسهل ويه السوق محتاجه يعني مثلا منتج الناس محتاجه ومش موجود قوي حواليك فكر ازاي انك توفلهم المنتج ده وتحللهم المشكلة اللي هما بيعانوا منها او انك تبدأ من حيث انتهى الاخرين ففيه منتجات كتيرة محتاجة للتحسين او التطوير بشكل طبعا يميزك عن غيرك ويفرقك عن غيرك ويميزك مع العمل بتوعك طيب لو انت حابب تنفس فكرة خاصة بيك او انك تقدم منتج جديد بعلامة تجارية جديدة زي مثلا حزاء رياضي او نضارة طبية بعدسات مميزة ليه اصحاب الهمم هنا انت محتاج الناس تتفاعل مع المنتج الجديد بتاعك او الفكرة الجديدة بتاعتك او الخدمة الجديدة اللي انت هتقدمها من خلال القراء بتاعت الناس دي كلها هتقدر تعرف المزايا بتاعت المنتج بتاعك ايه والعيوب اللي ممكن تكون انت مش عارفها وكل ده هيساعدك في تطوير المنتج بتاعك في المستقبل في الحالة دي لازم انك تسجل الفكرة بتاعتك وهنا انصحك انك تلجأ للمستشارين القانونيين علشان يساعدوك ازاي انك تسجل العلامة التجارية بتاعتك علشان ما تتعرضش للسرقة وتدرب مصلحتك هسيب لكم الرقم في التعليقات للتواصل مع المستشارين القانونيين عندنا في المركز عشان يرشدوك طبعا للاجراءات اللازمة لتسجيل حقوق ملكية الافكار والابتكارات وينجزها في اسرع وقت وعلشان علامتك التجارية محدش يسرقها منك طيب من ضمن الخطوات المهمة جدا تسمية المشروع حاول انك تختار اسم للمشروع بتاعك ما يكونش مستخدم قبل كده في نفس المجال اللي انت هتشتغل فيه وطبعا لازم يكون ليه علاقة بالنشاط وطريقة كتابة الاسم تكون مميزة بحيث الاسم ده يعلم مع الناس ويكون صعب ان هما ينسوه من ضمن الحاجات المهمة جدا والخطوات المهمة جدا انك تكون محدد التمويل اللي هيساعدك في تحقيق حلمك وتنفيذ مشروعك مهمة جدا انك تكون محدد المجدار اللي انت هتشتغل به او هتبدأ به من رأس المال في مشروعك وتكون عارف طرق التمويل المختلفة ويكون عندك خطة سداد واضحة وتكون عارف ايه افضل طرق التمويل وايه اكثرها استخداما يعني من ضمن طرق التمويل فيه حاجة اسمها التمويل الذاتي التمويل الذاتي عن طريق انك المدخرات بتاعتك او الاموال بتاعتك بتقدر انك تمول المشروع بتاعك بالكامل او تموله بشكل نسبي لحد لما تقدر تحصل على باقي المبلغ من مصادر تانية كمان فيه حاجة اللي هي من ضمن المصادر التمويل او طرق التمويل الكروض الحسنة زي انك تستلف من اهلك او من صحابك او معارفك او من هيئات ومؤسسات مالية فيه التمويل الجماعي التمويل الجماعي عبارة عن منصات الكترونية بيقوم فيها الناس بالمشاركة بيشتركوا مع بعض علشان يمولوا المشاريع الابداعية فلو كنت حضرتك او حضرتك هتقدموا منتج مبتكر او ابداعي فسهل انك تلاقي عندهم التمويل اللازم لتحقيق الهدف بتاعك وتنفيذ مشروعك عبر المنصات دي اللي هي منصات التمويل الجماعي سواء العربية او الاجنبية كمان من ضمن طرق التمويل المستثمرين ورجال الاعمال ممكن انك تعرض الفكرة بتاعت مشروعك على عدد من المستثمرين او رجال الاعمال عندكم مثلا برنامج شارك تانك الشهير مثلا من ضمن الحاجات كمان من ضمن وسائل التمويل المشاركة لو انت صعب عليك انك تحصل على التمويل الكافي او انك مش قادر انك تتحمل الدين ده فطبعا الحل هنا انك تطلب حد يشاركك الحد دي يكون عنده المال والخبرة والمرونة في التعامل برضو من ضمن الحاجات المهمة انك تلاقي مكان مناسب لان ما فيش شك ان الموقع بتاع المشروع من اهم الخطوات اللي لازم يكون لها اهتمام خاص منك وانت بتنفذ مشروعك ازاي هقولك بص يا سيدي بعد لما خلصت الخطوات الاولية اللي احنا اتكلمنا عنها عرفت ازاي هتمول مشروعك بعد كده هتبدأ تبحس وتدور على شقة او مكتب او محل على حسب نوع المشروع بتاعك وطبعا هتدرس السوق في النحية دي الاسعار ايه الاجارات عاملة ازاي مهم جدا انك تراعي ان المكان اللي انت هتختاره يتوافق مع الاسلوب الخاص بيك وكمان العملاء المستهدفين يكون مكتبك او شركتك يكون بالقرب منهم وسهولة الوصول للمكان مثلا الباركنج ركن السيارات اهم المزايا اللي بيبحث عنها العملاء ولو انت وفرتها هتخلي مكانك مميز عن غيرك طبعا من حيث المنافسين المنافسين حتة وجود منافسين قريبين منك ممكن يكون كويس وممكن يكون لا بمعنى ايه؟ بمعنى انت لو في حد بيشتغل جنبك من المنافسين في نفس المجال اللي انت بتشتغل فيه لكن انتو الاتنين مفيش يعني فرق بينكم في الخدمة او المنتج اللي انتو بتقدموا المنتج عايزي انت بتقدم منتج معين وهو بيقدم نفس المنتج ده ومفيش اختلاف فبالتالي هنا ممكن وجود المنافس التاني ده يضرك لان انتو الاتنين بتقدموا نفس المنتج مفيش اختلاف بينكم مفيش حاجة تتميز المنتج ده عن المنتج الاخر طيب ففي الحالة دي ممكن وجود المنافس هنا يضرك طيب إمتى يكون وجود المنافس ده يكون في صالحك لما يكون بيقدم حاجة الحاجة دي أنت بتقدمها بشكل أفضل منه أو بشكل مميز أكتر منه أو أنك تكون بتقدم الحاجة دي بمزايا أكتر وبسعر أحسن ففي الحالة دي أنت كده هيكون وجود المنافس ده أفضل ليك لأن ده هيظهرك أنت وهيبين أنت المنتج بتاعك من حيث التميز بتاعه ومن حيث الأسعار بتاعته ومن حيث الكوالة بتاعته والحاجات دي كلها كل ده طبعا بيفرق معيك برضو من ضمن الحاجات المهمة أن يكون المكان اللي أنت اخترته لإقامة مشروعك عليه يكون قريب من الخدمات والمشاريع التانية من المميز جدا أن يكون مشروعك قريب من الخدمات زي البنوك زي الماكينات بتاعت الـ ATM لأن العملاء بيفضلوا ده برضو من ضمن الحاجات صورة وتاريخ الموقع هل العنوان اللي أنت هتحصل عليه ده وتستخدمه فيه التسويق والمواصلات هل العنوان ده واضح مفهوم هل فشلت مشاريع تانية في نفس الموقع ده هل الموقع اللي أنت هتختاره ده عشان تنشئ فيه مشروعك هيساعدك فعلا في نجاح المشروع بتاعك كل الحاجات دي مهمة قوي 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 لازم تاخدها في حساباتك البنية التحتية للمبنى برضو من الحاجات المهمة أن يكون المبنى اللي أنت اخترته علشان تنشئ فيه المشروع بتاعك يكون قوي يكون مناسب فيه المساحة للنشاط اللي أنت هتعمله في مشروعك تكون التوصلات بتاعته جهزة تكون المرافق بتاعته جهزة علشان تتفادى حدوث أي أزمة أو أي كوارث لقدر الله وعشان ما تكبتش نفسك يا حلوة سيانة وتصليح ومصاريف كتيرة ووقت طبعا ومجهود وإنت لسه أصلا بتقول يا هادي فخلي بالك من النقطة دي كويس جدا بعد أما خلصت واخترت المكان ودرسته كويس جدا من حيث الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها هتبدأ بقى هتكتب عقد الإيجار بتاعك ويفضل أنك يعني اتأجر تلات سنين في البداية كده قبل لي للتجديد وبعد كده اتجهز بقى الدكورات بتاعتك بشكل يتوافق مع طبيعة النشاط اللي أنت هتقدمه برضو من ضمن الحاجات المهمة وظف الموظفين لو لازم الأمر لو أنت محتاج موظفين يساعدوك في إتمام المشروع بتاعك أو نجاح المشروع بتاعك مفيش مانع أبدا أنك تستعين بموظفين يكون عندهم خبرة في المجال ده يقوموا معاك المشروع ويخلوا المشروع ينجح ويتميز عن غيره من المشاريع برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا أنت بعد ما كل عملت الخطوات الأولية اللي احنا تكلمنا عليها مهمة جدا أنك تسوق المشروع بتاعك طيب لازم وإنت بتسوق المشروع بتاعك لازم تحدد إيه هي المميزات بتاعة المنتج بتاعك أو الخدمة اللي أنت بتقدمها ده مهمة قوي 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 وبيحفز الناس أن هم يتفعلوا معاك وأهم شيء طبعا لأي مشروع هو الاستمرارية والنجاح من ضمن الحاجات أو طرق للتسويق اللي أنت ممكن تستخدمها فيه تسويق المشروع بتاعك استخدام الأدوات الترويجية المجانية زي إيه زي الفيسبوك لو أنت مثلا أنشأت صفحة تجارية على الفيسبوك وسوقت عليها الشغل بتاعك على الجروبات بقى الجروبات في الفيسبوك الجروبات على الواتس على الانستجرام على التليجرام على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي دوت طبعا بيسهل ليك التواصل مع العمل بتوعك والمنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك بتوصل لهم ويبدأوا يعرفوا عنك ويبدأوا يسألوا ويهتموا ويعرفوا المنتج بتاعك وتبدأ شوية بشوية تتعرف في السوق تقديم برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعدك فيه تسويق مشروعك تقديم الخصومات والحوافز من خلال أنك بتقلل السعر بتاع المنتج بتاعك بنسبة معينة أو بتقدم منتج مجاني عند الشراء كهدية أو أنك بتقدم جوائز للعملة اللي هما بيكونوا أو فيه وبتعاملوا معاك بقالهم فترة معينة فانت عمل لهم جوائز بشكل معين برضو من ضمن الحاجات اللي بتستخدمها أو ممكن أنك تستخدمها في تسويق مشروعك وتساعدك على الانتشار استخدام الأشخاص المؤثرين بمعنى إيه؟ أنك تستعين بشخص مشهور أو بحد مشهور وليه قعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي ده طبعا بيساعد فيه الانتشار وإن الناس تعرف مشروعك والناس تعرف مكانك وتعرف إيه الخدمة أو المنتج اللي أنت بتقدمه ده طبعا بيفرق معاك جدا من ضمن الحاجات أيضا فيه وسائل التسويق تطوير خطة التسويق بتاعك عن طريق البريد الإلكتروني أو الإيميل بيعتبر ده من أهم الطرق للمشاريع لأنه بيخلي الناس تعرف الشركة بتاعتك بيقول ليك العميل بتاعك لازم طبعا يبقى ليك بريد إلكتروني وتقدم العروض من خلال البريد الإلكتروني بتاعك عشان تشجع العملة أنهم يشتروا أو يستفيدوا من المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها برضو من ضمن الحاجات أنك تسوي إزاي المشروع بتاعك الفلايرز أنك تطبع ورق بشكل معين بيتكلم عن المشروع بتاعك بطريقة معينة والمميزات بتاعته وصف المشروع بتاعك عشان الناس تبدأ أن هي تعرف المنتج بتاعك أو تعرف الخدمة اللي أنت بتقدمها إيه والمميزات بتاعتها إيه عشان يبدأ المنتج بتاعك في الانتشار وتبدأ انك تحقق الارباح بتاعتك وتنتشر بشكل اكبر من ضمن الخطوات المهمة انك تجهز المشروع بتاعك او بمعنى صح التجهيز القانوني للمشروع لازم تكون مجهز كل الورق بتاعك كل المستندات الخاصة بالمشروع بتاعك واللي هتساعدك فيه الاستمرارية وان المشروع بتاعك ما يقفش في المستقبل بسبب ان انت معاكش ترخيص معاكش ورق مطلوب زي السجل التجاري زي البطاقة الضربية وغيرها من الاوراق اللي بتبقى مطلوبة وطبعا دي اساسيات لبداية المشاريع او الشركات سواء كانت المشاريع دي ملكية فردية او بنظام الشراقة والمساهمة او التوصية او التضامن او المسئولية المحدودة عشان تعرفوا اكتر عن الشركات دي وانواعها ايه وايه هو النوع المناسب للمشروع بتاعك ايه هي اجراءاته ايه هي شروطه هسيب لكم لينكات فيديوهات بتتكلم عن انواع الشركات بالتفصيل في الوصف اسفل الفيديو هتستفادوا منها جدا 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 مش بس كده هسيب لكم رقم التليفون في التعليقات علشان تقدروا انكم تتواصلوا مع المستشارين القانونيين عندنا في المركز اللي هيساعدوكم انكم تعرفوا ايه هي النوع المناسب للمشروع بتاعك من الشركات وهيساعدوكم في اجراءات تأسيس الشركات او تسجيل العلامة التجارية بتاعتك اذا كان المشروع بتاعك ليه فكرة خاصة او فكرة جديدة انت ابتكرتها فطبعا عشان ما تتسرقش لازم انك تسجلها فمحتاج انك تلجأ للمستشارين القانونيين وطبعا هسيب لكم الرقم في التعليقات للتواصل مع المستشارين القانونيين عندنا في المركز وهسيب لكم لينكات انواع الشركات في الوصف اسفل الفيديو هتستفادوا منه جدا جدا اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم واستفدتم منه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وسلام عليكم